هتلزق كرشك في دهرك من اول استخدام وصفة فضيعة بمكون رهيب هتخلي بطنك دي منحوطة هتشلك الدهون الجانبية ودهون اسفل البطن وهتنظف عندك القولون وهتشلك الدهون الضرة دهون عشرين سنة الوصفة الراهيبة دي هتشلهالك حبة عجيبة وربانية لازالة الكرش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات صحرية مع مياه النهاردة حبايبي الغالين جايبا لكم وصفة رهيبة وصفة طلبت مني من اتنين متابعات عندي كل واحدة فيهم عندها مناسبة شكل اه الوصفة ديت هتنصف عندك الدهون عشان تلبسي كده اللي نفسك فيه هتخلي بطنك دي في لاد بس تابعي معايا الفيديو للاخر علشان لو انت عملت الوصفة بنفس الطريقة اللي انا هقولك عليها في الفيدي بطنك دي انت مش هتبقي متخيلة بطنك هتنزل ازاي حتى لو عندك دهون السنين عبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة شوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعالي الجرشان يوصل لك كل جديد لايك للفيديو فضله هايس امرا الوصفة سهلة بسيطة مكوناتها طبيعية ما فيهاش اي اثار جانبية مش هتضرك نهائي فهتعمل معاك نتيجة كمان سريعة قوي اول مكون فيها حبايب قلبي وهو الجزر الجزر من الحاجات الفعالة قوي قوي في ناحة البطن في ازالة الدهون في كمان بيعمل على تنظيف المعدة من السموم من الدهون الضرة هتبدأي تجيبي حباية من الجزر بالشكل ده حباية وسط يعني متوسطة الحاج وهتبدأي ان انت تخسليها كويس جدا هنبدأ ان احنا نخسل حبة الجزر بتاعتنا كويس قوي طبعا وهنبدأ ان احنا نقطعها قطع صغيرة يعني على قد ما هي تقدر انك تقطعها قطعها 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 صغيرة خالص يعني مكعبات كده صغيرة او ترنشاط صغيرة الوصفة سهلة جدا يا بنات بس عايزة تركيز في طريقة استخدامها عشان طريقة استخدامها هي اللي هتخلي الوصفة تجيب معاك نتيجة سريعة هنبدأ ان احنا نقطع حبة الجزر بتاعتي كويس قوي الجزر طبعا زي ما انتم عارفين غني عن التعريف في فويده الرهيبة بس الفايدة اللي فيه اقوى انه هو بيعمل على حرق الدهون في منطقة البطن بعد ما قطعنا حبة الجزر بتاعتي بالشكل ده هنبدأ ان احنا نجيب حبة واحدة من الفلفل الحلو ده بقى عايز اقول لكم انه هو نار بتنزل في البطن بتولع الدهون بتشيل الدهون تضرب شكل راهب كمان بينظف عندك الكولون واي سموم في الجسم هتبدأي تجيبي قرن فلفل حلو القرن الفلفل الحلو يا بنات مش الفلفل الحرق انا عايزكي تجيبي الفلفل الحلو هتبدأي ان انت طبعا تغسليه برضو كويس قوي وهتبدأي برضو ان انت تقطعيه بالشكل ده كده قطع صغيرة برضو يعني مكعبات كده على قد ما تقدري حاول ان انت تخلي القطع بتاعتك صغيرة كده وهنبدأ ان احنا نقطعها وهنبدأ ان احنا نحطها بالشكل ده كده في الطبق بتاعي بعد كده حبايب قلبي بعد ما قطعنا حبات الفلفل مع حبات الجزر بتاعتي هتبدأ ان انت تحط عليهم معلقة من الزنجبيل البودر وده معروف ان هو فاضية في حرق الدهون بيحرق الدهون بشكل رهيب بيخسص البطن جدا بيعمل على ازابة الدهون بسرعة هتبدأي كمان تاخدي نص معلقة احنا هناخد لا مش نص معلقة ايه ربع معلقة بس من المكون ده ده بقى اللي فيه السر في السرعة في التخصيص يعني ده اللي فيه السر ان المقونات تعمل معاك نتيجة سريعة وما تتأخرش معاك في النتيجة هتبدأي تاخدي ربع معلقة طبعا ده بيستخدم بحذر يعني بتستخدميه بحذر شديد هتاخدي ربع معلقة من الملح ملح الطعام العادي الملح بيتحط زي ما قلت لكم بحذر في الوصفة يبقى ربع معلقة بس من الملح وهتبدأي تحطيهم كده على بعض هتبدأي حبيبة قلبي تجيبي مية عادية خالص كده من الحنفية وهتبدأي تنزلي بكبيتين من المية كبيتين فقط من المية هتبدأي تقلبيهم كده على بعض وهتبدأي ان انت ترفعيهم على النار هنرفعهم على النار قد ايه احنا هنرفعهم على النار يغلوا غلوتين تلاتة كده يعني تلا يوم كده بيغلوا كده مع بعض شوية وبعدين نقفل النار عليهم على طول هرفعهم على النار حبيب قلبي وهارجع لكم تاني بصوا حبيب قلبي احنا طبعا ما خلناش المية بتاعتنا تنشف احنا خلناها غلت غلوتين تمام يعني احقا انت مش لازم ان المكونات بتاعتك تستوي في المية لأ انا عايزاك تغليها غلوتين تلاتة كده على نار هادية وبعدين تقفلي عليها عادي يعني تعدي لها هدئتين كده تمام هنبدأ ان احنا نجيب بقى المصفى بتاعتي وهنبدأ نقلب بس المكونات بتاعتك كده تقلبتين وبعدين هنسمي اللي كده وهنبدأ ان احنا نصفي المشروب بتاعنا الراهيب ده شايفين مشروب بسيط جدا جدا ويتحضريه على طول وما فهوش اي حاجة خالص سهل وبسيط هتبداي حبيبة قلبي بقى تسيبي المشروب بتاعك لما يبرد خالص الافضل طبعا بعد ما تشيليه من على النار الافضل ان انت تغطيه وتسيبيه ما تغطي كده لمدة يعني دقيتين تلاتة كده او خمس دقايق ما تغطي علشان الفايدة بتاعته برضو تفضل موجودة وما تروحش تمام بعد الخمس دقايق ما تعدي وتبقي مغطيه هتبدأي تيجيبي معلقة من زيت الزيتون من زيت الزيتون البكر ويكون طبعا نوع كويس بس هتحطي زيت الزيتون لما المكونات بتاعتك تبقى دافية وتبقى بردة شوي السر هنا في زيت الزيتون ان هو بيعمى على تسليك الدهون عن طريق الاخراج يعني بيخلي عندك الحكاية سلكة جدا جدا بيعالجلك كمان لو عندك امساك مزمن تمام هتبدأي تقلبي بقى كده المشروب بتاعك الراهيب ده وهتبدأي ان انت تشربه ازاي اول حاجة المشروب ده بيتشرب كله على بعضه يعني شوية دولا ما بتقسمه همش لأ انت تشربون كلهم على بعضهم امت بقى بصي بقى حبيبية قلبي انت قدامك حل من الاتنين يا اما تشربه على الريق وده طبعا افضل تشربه على الريق قبل ما تفطري بنص ساعة او تشربه قبل ما تنامي على طول يعني يا اما ده وطبعا علشان النتيجة تبقى معاكي طول ما انت بتستخدمي وصفة لتخصيص البطن ممنوع الحلويات ممنوع الدهون ممنوع الاكل والتنامي اكل قبل النوم ممنوع الاكل اللي بيتخن بقى انت عارفة المحشي والمكارونا يعني حاولي تخففي من اكلك كده وقت استخدامك للوصف عشان الوصفة تجيب معاكي نتيجة سريعة حاولي تخفيف السكريات خالص للا اكتر حاجة بتدي سعرات حرارية السكريات والدهون هتبدأي ان انت تشرب المشروب بتاعك يا اما زي ما قلتلك يا اما قبل النوم يا اما ايه الصبح هتشربيه بقى لمدة 3 ايام متواصلة كل يوم هتشربيه ده بقى على حسب جسمك تقبله للوصفة وعلى حسب شطرتك وجدعنتك يعني كل ما هتخففي من اكلك مع استخدامك للوصفة بطنك هتبدأ تنزل هتبدأي تشربيه كل يوم وده طبعا على حسب جسم كل واحد فينا وشطرته وكمان تقبله للوصفة الوصفة دي من اول مرة هتلاقي بطنك بدأت تنزل هتلاقي معدتك بدأت تفضع هتلاقي الدنيا عندك زبطة خلص يا رب بكون قدرت اقفتكم جروا بيها بجد تحفة يا رب بكون قدرت اقفتكم اشوفكم على خير حباب قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته